ده حضرتك محمود حجازي يعني احنا مش بنتندم على ايام مبارك احنا بنتندم على محمود حجازي نفسه وصل بنا القاع للدرجات نعم اشمعنا الايكونوميس تتكلمت عن الراجل ده تحديدا وقالقته بالتغييرات اللي حصلت بص يا سيدي انا اقول لك كلمتين وهقولهم واجر على الله يقال او خلينا اقولها لك هل صحيح ان الاخ محرز عبدالوهاب اللي كان رئيس المخابرات الحربية اللي لسه طاير ده لسه يدوب موقعش كانت علاقته جيدة بمحمود حجازي افكرك هنا حكيتلك الفريق محمود فاهمي قائد البحرية كان على علاقة طيبة جدا بالفريق اول محمد صادق وزير الحربية ولما جاء السادات شالو لانه او لما جاء السادات شالو في 72 شال الاول بالفريق صادق ورح شال بعده اتنين علي عبدالخبير قائد المنطقة المركزية ومحمود فاهمي قائد القوات البحرية لان الاتنين كانوا على علاقة طيبة جدا بالفريق صادق فيقال انه الاخ محرز عبدالوهاب اللي هو قائد او رئيس المخابرات الحربية اللي لسه طاير من كم يعني انه قريب قوي كان على علاقة جيدة بهذا الرجل جدا واللي كان بيشغل نفس المنصب قبل كده لانه ده كان رئيس جهاز المخابرات الحربية ومحمود حجازي كان عايز يترشح للرئاسة يقال ان الرجل ده كان لديه رغبة في الترشح للرئاسة لكن حصلت ضغوط كبيرة علشان يتراجع وعشان هو يترشح كعسكري لابد انه ياخد ازد من الجيش واللي هيحصل معاه زي اللي حصل مع الفريق سامي عنان لما رشح نفسه واعلن ترشحه ومخدش موافقة من الجيش الرجل ده اتضغط عليه يقال اهو انا بقولها تحتها 86 خط يقال ان هذا الرجل اراد او كان لديه رغبة وكان فعلا خط خطوات عشان يترشح في الانتخابات 24 ومورست عليه ومورست هنا الاخواننا بتقول لغة العربية مبني للمجهول يعني في ناس ضغطت عليه علشان لقى وعيب وما يصحش واتدحك علينا الناس يا ابن عمي ويقول العيلة وجعت صباح وحرمية سرجين بعض هكذا يعني مورست عليه ضغوط وفي النهاية تم عدم اعطاء الموافقة من الجيش هل ده صحيح؟ حد بقى يرد الكلام اللي جالنا ان الرجل ده محمود حجازي فعلا قدم ورق ترشح للمجلس العسكري والمجلس رفض وهو ده بقى المرشح المفاجئة اللي كان اتكلم عنه رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري السيد محمد أنور السادات لما قال ان الجيش بقولك قال ايه؟ تعالي شاه فيديو كده معي ربما دي من المشاكل اللي يعني قابلته او صدفته يعني عشان كده انا قلتلك ان فيه اسباب شخصية واسباب عملية تتعلق ب يعني امكانية فرصه في الحصول على موافقة او نوع من يعني الكليرنس يعني منه يستطيع ان يخدفها ربما لهذه الاسباب يعني انا ما عنديش فكرة مين بقى اللي عايز موافقة ما هو مش معقول واحد نازل رئاسة الجيش مراته قالت رئاسة البلد مراته قالت له ما تنزلش ما ينزلش هو بيقول انه يعني كان فيه عكوسات والعكوسات دي مش حد عمله عمل على ورك جمل العكوسات دي كانت عبارة عن موافقة مين اللي ما خادش موافقة هل ده صحيح؟ هل ده صحيح أن محمود حجازي قدم أوراق ترشحي للمجلس العسكري والمجلس رفض هل ده صحيح؟ أنا بسأل لأن المعلومة وصلت لنا لكده المعلومة اللي لسه جايالنا طازة وبنار الفرن يا بطاطا كانت أن محمود حجازي قدم ورق ترشح للمجلس العسكري ورافض كل الضغوط اللي تمت اللي تمارست عليه والمجلس العسكري رفض ترشح إلى أي مدى ده صحيح؟ والله أنا بسأل بس المعلومة الناس اللي تهلنا وقيت يا جماعة دي مش تحليل دي معلومة مؤكدة من داخل الجيش المصري حضرات السادة هو المشهد واحد يا جماعة يبدو أنه اللي بتقوله التقارير الأجنبية صح أن السيسي جاب آخره مع الناس اقتصادياً ومحدش بقى طيقه غير انتصار طبعاً يعني يا واحدة أعرف مع الراجل ده عدد ده من السنين يبقى نحست يعني نحست تواحد معاشر واحد نتن بقالك ردح من الزمن مؤكد أنه خلص خد مناعة لو شاف واحد نظيف يغم عليه الناس كلها مش طيقاك زي ما قالتها أرتس وزي قبلها ما قالت الإيكونوميست وزي ما قالت الأستاذة الليلة علوي كل ناس قلت لك كده كتير كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده التعويزة اللي تحميه من كل ده أنه يفضل مسيطر على الجيش نعمل إيه؟ نغير في المناصب غير نك أنت لازم تبات كل يوم في حتة لكن تغييرات المناصب هي الأهم برضو لازم تكون محسوبة لأنك داخل على انتخابات رئاسية ومش عايز حد يعمل حركة غبية يسحف فيها من رصيده اللي هو جوى الجيش اللي هو صفر صفر يعني خدي ثقة مني جوى الجيش خلاص بقى السيسي مصار تريئة في الجلسات الخاصة من القادة العسكريين وطبعا من الزباط حدث على حرك ما حدش في الجيش قاعد يأكل من كلامك دلوقتي إلا طبعا المهلباتية الكبار بس حتى دول عارفين إنه هو إذا حصلت عكوسات في البلد والشعب ده معاتش طيقك إنته هتجابه يعني حتى الحرامي بهاء الدين زيدان اللي استولى على الأدوية في الجيش يعلم إن رقبت السيسي جنب رقبته واحد وإن لو حصلت هبة في الجيش أو في الشارع هتجاب إنت يا بهاء وأمثالك مع السيسي بالضبط هتتحطه لمؤاخذة في بوكسر واحد في باسكت واحد فالسيسي مش عايز حركة غبية ويلاقي عسكري ينازل قدامه عشان كده لازم يفضل يحافظ بإيده وبسنانه على امتيازات الجيش واللي مقدرش يغيره النهاردة من القيادات بكرة يشيله عايز دليل؟ أنا هقولك دليل إنبارح الحكومة أصدرت قرار بإلغاء عفاءات شركات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية عشان الخاص القطاع الخاص يعرف ينفسهم ويشتغل وده قرار اللي الصندوق بيقول عليه من زمان من 2016 لكن فيه بند واحد في القرار ده بوز الطبخة وظهرت فيها ريحة نزلة هي الريحة كريمة ريحة السيسي القرار استسنى شركات الجيش تب ازاي شركات أو كانت شركات الجيش هي اللي عليها كلام وإن هي اللي مسيطرة وكبسة على نفس القطاع الخاص وزاي تستسنيها إزاي يا رجل في مجال الأدوية أنت سحبت كل حاجة من القطاع الخاص ودتهم لبهاء ومتستسني بهاء ده كلام يا بهاء اسمع الخبر هو قد القرار مصر تستسني الجيش من إلغاء عفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية رسمي فهمي نظم إسلمان وافق مجلس الوزراء بتاع الترطير على مشروع قانون يغضي بإلغاء الإعفاءات المقررة يعني ألغين كل الإعفاءات اللي كان بتاخدها جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وذلك بهدف تحسين المناخ مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص الغلبان في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وترسيخ التوجه الخاص بكفالة فرص عادلة للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية يعني دلوقتي أي مستثمر مصري اقطاع خاص خلاص يقدر يواجه قطاعات الدولة لأنه بقى زيه زي قطاعات الدولة ما عندهمش الإعفاءات اللي كانوا بياخدوها بس لحظة غير أن مشروع القانون استثنى من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالاتفاقات الدولية المعمول بها في مصر وكذلك المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدولة عن الدولة الدفاع عن الدولة وحماية الأمن الوطني والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم خدمات المرافق الأسسية وبذلك تكون جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي يتولها الجيش أو يتولى تنفيذها والإشراف عليها معفاة من أحكام القانون في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الأقصاد طب هو رجل الأعمال هيواجه مين هيواجه وزارة التنمية المحلية هيواجه الجيش لأن الجيش هو اللي استولى على كل شيء باختصار كده يا حضرات السيسي مزنوق وخايف جدا من كل شيء خايف من أي حد لأنه الانهيار الإقتصادي والفشل في إدارة الدولة كابوس كاتب على نفسه هو نفسه خايف من انفجار الشعب ومفيش معاه غير التعويزة السحرية التي لجأ عليها كل حد التعويزة دي اللي راهن عليها كل شيء تعويزة اللقب بالنار والكراسي الموسيقية اللي بيعملها مع خيرت الجيش لكن السؤال هل التعويزة دي هتفلح معاه على طول زي مواصفة جريدة الأخبار اللبنانية اللي قالت الخبر دي تعويزة السيسي لا تمنع الانهيار مصر تسقط الأربعاء 21 حزيران 23 يبدو أن الدولة المصرية في مرحلة الرهنة باتت تعمل وفق مبدأ كل يوم بيوم فانتظار معجزة تترجم قناعة عبدالفتاح الجعر بأن مصر لن تسقط لكن هذه المعجزة تبدو صعبة التحقق أكتر من أي وقت مضى في ظل تجاوز الأزمة حدود نقص العملة الأجنبية وجمود نشاط القطاع الخاص ووصولها إلى الصعوبة في توفير أساسيات الحياة اليومية بعد تخفيض قيمة العملة إلى ثلاث مرات في غضون عام واحد فيما رفع سقف الاقتراض وتحريره من أي قيود بات يهدد أو بات يهدد أكتر فأكتر من عيشة المصريين اليومية كده يا حضرات عندنا الأخبار اللبنانية الخلاصة السيسي تعلم من درس عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وتعلم من درس السادات كمان من ساعة ما جاء بيتخلص من شركاءه في الانقلال أول ما تخلص تخلص من أحمد وصفي قائد الجيش التاني تخلص من المجلس العسكري اللي رشحوا للرياسة اللي طبعا قال لهم كلام زي العسل اللي مش بعيد يكون ميل وباس رجليهم عشان يرشحوه وبعد كده شفنا تخلصه من صاحبه اللي كان بيسقف بحماس صدق صبحي حتى نسيبه محمود حجازي وغسامة عسكر في الطريق إذا ما كانش دلوقتي هيبقى بعد الانتخابات المهم ما حدش يفضل في مكانه ما حدش يفضل في مكانه ويفضل هذا الغادر الجعر يتلفت حواليه مش عارف الطعنة هتجيله منين وإمتى لكن الموضوع الأهم بالنسبة بقى اللي زي أسامة عسكر كده إيه بقروا تاريخ أجدادكم وآبائكم من ساعة ما عبد الناصر جاء إيه رو كده عبد الناصر عمل إيه وإعلقته بالقدس العسكري كتعاملة إزاي إيه رو كده جلال هريدي اللي فكر إنه يغتال عبد الناصر اقروا عن عبد حكيم عامر اللي كان الصديق الصدوق لعبد الناصر أنا ممكن قبل ما مش دلوقتي لو عندي وقت أحكيه لكم صغيرة صغيرة كده عشان تعرفوا إزاي المنصب والمال لت مين يغير النفوس والعقاد بيقول في مقدمة عبقرية عمر المسئولية تبدلوا أطوار النفوس عبد حكيم عامر كان صديق شئ لعبد الناصر يعني أنتيم إلى درجة إنه واحد يفدي التاني بروحه عبد الحكيم طبعا إنه بتحكي الأستاذة بيرلانتي إنه كان في حفلة في مكان زي استاد أو مسرحة أو حاجة زي كده وعبد الحكيم موجود وعبد الناصر موجود وفجأة اتقطعت الكهربا اتقطعت حاجات بسيطة قوي ولما رجعت الكهربا الناس شافت منظر غريب قوي شافوا عبد الحكيم عامر قافش في عبد الناصر ولما رجعت الكهربا عبد الحكيم قعد مكانه وهو مبسوط قوي حد الشيء من الموقف ده بتاع إيه بتقول عبد بيرلانتي إن الرئيس عبد الناصر سأل عبد الحكيم إيه اللي حصل اللي عملت ليه كده قال له بصراحة كنت خايف إن ليه تكون مؤامرة عليك وحد عايز إضربك بالرصاص فحبيت الرصاص تيجي فيي أنا شوف الحب مش كلام حب حقيقي حب جد لكن لما عبد الناصر اترستق في المنصب وبقى هو النجم عبد الحكيم بدأ يحس بغيرة ولما قابت وقعت نكسة 67 �리تنين وقفوا قدام بعض وعبد الناصر باع عبد الحكيم عامر اتفع عبد الحكيم مع عبد الناصر إنهم يطلعوا بيان سوا يقولوا عبد الناصر بيعلنوا فيه الاثنين استقالتهم وتحملهم للمسئولية عبد الحكيم فتح التلفزيون واستنى عبد الناصر يقول بقى إن أنا وعبد الحكيم نتحمل هذه المسئولية لكن اللي حصل إن عبد الناصر قعد قدام المصريين في التلفزيون وفي الإزاعي يقول إن أنا أتحمل المسؤولية دي وأن أعود إلى صفوف الجماهير وكان محضر المظاهرات بعضها متنظم عشان تخرج تقول له لا تتنح تخيل من صداقة وحب لدرجة فداء النفس بالنفس إلى خيانة وربما أيضا إلى قتل وليس انتحار صدق المفكر العقاد لما قال المسؤولية تبدله أطوار النفوس